الناس تفهم حاجة واحدة إنه اللعبة دي كلها اللي ما حيقدر يفهموها الناس اللي أسي حاليا للأسف الشديد خانوا الوطن وباعوا الوطن وبيقوا معبر كبري زي ما إحنا قاعدين زمان نقول أكيد يا عزة حيجيك يوم نرقد ليك تدوسينا وتمر بفوقنا كبري أمان عزة دي المقصود بها السودان طبعا وترقص كل بناة الحي تكون الأولى في الميدان بناة الحي المقصود في هذه القصيدة هم الدولة لحولها كنا بنعتز بأننا نضحي بدمنا من أجل السودان ونرقد كباري تدوسنا عزة أو يدوسنا السودان ويمر عبرنا الآن الناس من ناوي بيرقدوا كباري عشان يمر فوقهم الانجلاب العسكري اللي حيدمر السودان لو متخيلين إنه هؤلاء الناس إنه الكلام اللي بيقولوا لهم حماية تدى وإنه إحنا معاكم وإنه إنت معانا لو متخيلين إنه الكلام ده حقيقي يكونوا كبابين الدافع الأساسي وراء هذا الانجلاب هو تدمير لجنة تفكيك التمكين عشان كده الآن لو سألنا سؤال للبرهان الكباب في بيانه مشغل سيتم إعادة لجنة تفكيك التمكين وتكلم عن إنه تفكيك التمكين حاجة صح ومهمة اللي بيخليك تعمل حملة شرسة جدا جدا على لجنة تفكيك التمكين الآن وإنه أول عضو الوحيد في المجلس السيادة اللي بيتم التنكيل به وهو رئيس لجنة تفكيك التمكين وأعضاء لجنة تفكيك التمكين من المعتقلين هم الوحيدين اللي الآن بيتم فتح بلاغات لهم ناس وجه مرميين في الحراسات بتاعة التحقيقات الجناية في بحري عشان يزلوهم ليه أسي وجه ده جريمته عشان يترمي في حراسة ويتفتح البلاغ قال عمل شنو ده زول وجه ده بفكك النظام بفكك النظام السابق طيب النظام السابق أسي كان بتعمل لجنة تفكيك التمكين وريني شنو الغلط فيه وكان يعني كان بتعمل شنو عشان كان بتصادر أموال ناس كويس ناس بجابوها من وين يعني ما أمنوا المعارف يعني عشان صادرت تلتمية قطعة أرض من علي كرتي عشان كده تمشي تخش سجن ده صادرة بدون أمر القضايا وعلى كرتي جاب الحاجات ده من وين الانقاذ ده لمن حكمت السودان ثلاثين سنة جمعوا الأموال ده كويس بأي قانون وبأي حق جابوه بأي حق جابو الأموال ده عشان مسكت زول يقول لك والله ما هم ذات وكانوا بيعتقلوا الناس يا أخوانا ما في زول كان بيعتقل زول النازل كانوا ما بيعتقل زول النازل كانوا الزول المعين اللي عنده كويس استفاد من التمكين عشان أوريكم البروسس كانوا بشيلوا الورق بدون نيابة كان في نيابة التمكين النيابة بتعمل أمر قبضه تمشي ت بتغبض الزول ما في زول يعتقلوه أعتقال سياسة هم ما تقول لي و الله ده المعتقلين أسنة البرهان بيعمل زي ما هم كانوا بيعملو overflowم هم ؟ REALM numberhand insecure اللي تقبض سيلا بأي مهان مفي زول من الناس اللي مكبوضين كليnhaya comparison مفي زول فيهم كبضوا معتقل كلهم ما كانو منتصرين عن تحت النيابة العامة وتحت التحقيقات الكلام الده الناس dissolve اتقبلوا اقتنع بيه اكل ت parecer زائد فيه دي الحقيقة لجنة التفكيك التمكين ما اعتقلت زول ما اعتقلت زول ما قلعت حق زول الحاجات كلها كانت بتنبيه أطر قانونية مرتبة جدا جدا كل الناس عارفين الكلام ده لكن الامتدادات بتاعة النظام السابق وتداخل المصالح هي اللي صنعت هذه الأزمة الانجلاب ده سببه الأول والأخير الأساسي بالنسبة للبرهان تحديدا هو قطع الطريق أمام لجنة التفكيك التمكين الحاجة دي أي زول في السودان بيفهم سياسة عارفة وللأسف الشديد ناس عسكوري بيقوا هم الكباري وهم عداء الشعب والشعب السوداني ده كويس سبحان الله الشعب السوداني ده اللي طلع بالملايين كان بيهتف لي ودي ولي هاب الطيب ولي ود الفكيه كان بيهتف لي ودي وي هاب الطيب ولي ود الفكيه ولي خالد سلك كويس ولي صلاح منع والله واحد فيهم لهم مؤتمر سوداني الشعب اللي بيهتف ده لا واحد فيهم بعثي لا واحد فيهم حزب أمة كويس ولا واحد فيهم اتحادي ولا واحد فيهم راضي عن حزب البعث شامين أبو أهل حزب البعث وميتين أبو أهل حزب الأمة وشامين المؤتمر السوداني وكارهين الاتحاديين زهجانين منهم زهجانين من أداء الوزراء بتاعينهم لكن الشعب ده كله بمثقفينه وببسطاءه كانوا دعمين ناس ودي ليه ليه كانوا دعمين ناس ودي كويس ما في زول يا جماعة ناس ودي ده الفصلوا من شغله كانوا بيفصلوا زول من شغله يا أخواننا ما لكم كيف تحكمون الآن أوريكم البروسس بتاع إنهاء الخدمة كان شكله عامل كيف وده أكت عشان السودانيين ما ينظروا ويباروا الأقاويل قانون التمكين ده موجود منشور في النت أقرى القانون ده بيقول شنو الآن في مؤسسات فيها مثلاً عشرين كوز ممكن تلقى فيها عشرة كيزان شغالين في وظائفهم لأن التفكير التمكين ما شالتهم شالت عشرة عشان أوريك إنه ما كان بيتنفصل زول على أساس الانتماء الحزب عشان ما يكذبوا كان بيتنفصل الناس اللي استفادوا من التمكين زول كوز امتماء السياسي مؤتمر وطني لكن هو خريت قانون قدم في التقديمات بتاعة القضائية خش المعاينات ولافي زول زكاه لرئيس القضاء جلال زمان زكاه للحزب وده الورق بتاعه لتنظيم المؤتمر وطني في السلطة القضائية هاي كان فيه تنظيم مؤتمر وطني في السلطة القضائية تخيلوا تنظيم سياسي جوى السلطة القضائية كان فيه عشان الناس ما تقعد تتكلم سايح دي حجائك وانا هفرد لايفات كثيرة جدا للكلام عن تفكيك التمكين واللجنة التفكيك التمكين وعملها وبطلب من كل الشباب بيشتغلوا لايفات يشتغلوا في الاتجاه ده ويتمطم حيث القانون عن طريق ورق عديل انا بطل الكسل احنا بواحدة من عيوبنا كسودانين انا كسلانين الواحد فينا دائري معلومة السهلة يجي يقول له الله تمكين تفكيك التمكين ده كان واجي صالح داسي يقول له شي بيت ما ارسى صلاح من الناس الشركة ما بيخوش هين بجرة للقانون او يقول له الله انا ذلك كان بيفصلوا الناس اخوش اقرأ القانون بس فبالتالي زول قدم وشعلوه حتى لو مطار وطنة داما بلجنة تفصله لانتكونوا عارفين لكن اللي يفصلوا منه انه زول قدم ولجا تزكية يعني اخذ فرصة ما فرصته حتى لو هو مؤهل زي ما الكوز الجادو داك قالوا انا موهل وانا شنو طلع في التلفزيون ممكن تكون موهل انت حتى لو موهل لكن الفرصة بتاعتك اخذتها عن طريق المحابة الحزبية ودي حاجة اي زول في السودان كان بعرفين انه زمان كان في تزكية وفي شنو فشنو دا كلام احنا ما جايب انه من راسنا الناس ما جايبها من راسها فبالتالي دي الامانة اس حاليا الناس المراقبين نتحداهم يمشوا يراجعوا كل المؤسسات المؤسسات دي فيها اجناس كتار بين تمول الحركة الاسلامية ما في ذول هبشهم دا زول لقى فرصته براه وقدم لكن اي زول فرصته لقاها عن طريق التمكين او عن طريق التمييز الحزبي دا بالدهس طوالي انا عايز احكي لكم قصة مفروض ما اقولها بدون ما اذكر الاسماء انا عندي بالجيرانة بالجيرانة شغالة في السلطة القضاية تم فصلها مع الكشف الاول بتاع المية وخمسين متذكرينه فيه 17 شخص اسمهم الشنو كفاءات ولا اسمهم الشنو عندهم حاجة مسمى كده اسمهم الاسم كده لو في ذول اذكرني اتمنى انه لو في ذول فالسبعتاشر نفر دا هي واحدة منهم والزولة دي بتجيرانة يعني احنا تربينا سواء انا عارفة زولة جرت في نهر النيل في جامعة وزولة ما كوزة وبالعكس ضد الكيزان ومعندها شغلة بالكيزان بصراحة مشيت لحد اللجنة اخوانا زولة زي دين تقولت دا غلط طبعا الغلط بيحصلوا الناس بشر يعني وناس وجي ذاتهم طلعوا في مؤتمر صحفي قالوا الغلط قاعد يحصل الدكسة بتحصل احنا ما بشر تخيلوا مشيت لقيت القصة شنو ايوا خبرات شكرا يا سنبلة خبرات اسمهما الخبرات السبعتاشر دا مشيت محصة لقيت انتو عارفين الموضوع شنو لقيت انو الزولة دي لقيت فرصتها في التعيين هي زولة ما كوزة ولا احزنن لكن عندهم قريبن قريبن وانا بعرفه بالاسم برضو وبعد ذاك اتأكدت من المعلومة وعرفت عندهم قريبن عشان تعرفوا القصة دي لان التفكية التمكين كانت عندها بروساس بتاع شغل ما كان ساهل والله ما كان ساهل عشان كده استهدفوها نازل كانوا دقيقين عندها قريبة كان سكرتير رئيس القضاء الزول قال ليها قدمي قدمت وعمل لها تسكية وهي شاطرة وعلى فكرة فلو ناسه ما تنسى انو الزولة دي مش ما كوزة لكن هي شاطرة شطارة غير طبيعية وهي حقها الطبيعي انها تتعين لكن ما كان لاجيه فرصة سنين كانت مظلومة لكن اليوم اللي لقيت فرصة عشان تشوفوا انو القصة دي دقيقة اي زول لقى فرصة عن طريق محابات المؤتمر الوطني وكان مدير مكتب رئيس القضاء ده كان من كبار التنظيم في السلطة القضائية طبعا مولانا جلال ده كان في الوقت داك مولانا جلال اللي هو كان رئيس القضاء اللي هو طبعا الفاسد الكوزة اللي انتو كلكم عارفين له فبالتالي الزولة دي تم فصلها بالطريقة دي انها لقيت فرصة لانها خالفت قانون التمكين اللي مكتوب انو المنوء اللي مفروض يتفصل وعلى فكرة فيك اذان ما فصلهم كوز مثلا كان في الدرجة الثالثة نزلوا للدرجة الخامسة ما فصلوا ده ما فصلوا لي لانه هو تعيينه كان بحقه لكن الترجية الاستثنائية اللي قاها دي كانت محابة حزبية شالوها منه وهكذا فبالتالي يا اخوانك باي منطق يحاولوا يعملوا الجوغة دي والشعب السوداني يجيزوا منهم يصدق انه لجنة تركية التمكين كان فيها تجاوزاته ما انا شايف بعض الناشطين ذاته فالكيس الزول بيقول لك قطعة ارزاق الناس طب الكيسان دين لما انقطعوا ارزاق الناس زمان بدون قانون كان الفهم شنو الان بقانون والله يا جماعة ما في زول بيفصلوا عشان هو كوز بيفصلوه عشان هو استفاد من التمكين واخد حق لا يستحقه عن طريقة تمييز الحزبي اخد ترجية لا يستحقها عن طريقة تمكين الحزبي اخد محابة كويس وعلاوة لا يستحقها عن طريقة تمكين الحزبي نقطة صدر جدال بيتشاعلوا منه لكن الانتكوز عندك وظيفة اخدتها بحقك ما في مشكلة وترجية اخدتها بحقك وقاعدين الان في المؤسسات الكيزانة طبعا نسي في ناس يقولوا الكوز الفلان داك في مؤسساتنا في ناس بقولوا ليه كده والله عندنا كوز لاس لانتكوز ما شايفين شغولهم ليه ما شاعلوا فلان داك كوز بمشي ببحث ببحث بلقى انه دا كوز هاي قاعد في الحتة دي لكن دا لا تعين بالتمكين لا يترجى بالتمكين دا ما فيصل بيشيلو ما فيصل به بشو كتار ازاي ديل واسي في اللايف دا بكون في مئة زول في مئة نموذج زي دا مش كده لجنة تفكيك التمكين يا اخوانا هي القلب النابض للثورة الايام دي ايام الانجلاب دا اه 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 اي زول كان بيشكك في لجنة تفكيك التمكين عرف قيمة لجنة تفكيك التمكين لما انطلعت البيانات اه بتاعة السفرة اللي الان بيسبب اه بيتم شغل الخارج الضخم الكبير دا كله بيشتغلوا اه السفرة على راسهم سفير السودان في الولايات المتحدة ربنا يديه العافية والصحة على راسهم سفير السودان في الامم المتحدة في مكتب جينيف علي بن ابي طالب ربنا يديه الصحة والعافية وكل السفراء اللي يكفوا موقف صليب داعمين للمدنية الدولة وضد الانجلاب والموظفين الكبار في المؤسسات الكبيرة زي بتاع ديوان الزكاة واخرون كتار جدا اللي بيطلعوا بيانات رسمي انهم لا يعترفوا بالانجلاب تخيل انه الكيزان كانوا قاعدين الذين اتوا بالتمكين لو كانوا قاعدين الان في هذه المؤسسات اللي كان حيحصل شنو سورة الشعب وضعها كان حيكون من الذي كان سيسنت هذه السورة اه دي حقائق تاريخية يجب ان يعلموا الجميع يا اخوان حوربت لجنة تفكيك التمكين وينكل باعضائها لانها وقفت مع السورة ولانها هبشت عشة دبابير ولانها هبشت تغاطعات المصالح بتاعة المجرمين حميتي وحمده وعزرا وبرهان ومن شايعهم من الذين تتقاطع مصالحهم مع النظام السابق ام سالم الناوي وجبريل ابراهيم مصالحهم الشخصية ما مصالحه للأسف ومصالح تنظيماته انا ما عندي كلام اكتر من ده باختم كلامي بحاجة واحدة انا دائر اللايف بتاعي ده او الجزئيات اللي انا اتكلمتها فيه اه اي زول امانة في رقبته زي ما قاعد اقول امانة في رقبته اليوم الدين انه يحمل شير لهذا اللايف عشان المعلومات اللي بيتم التغبيش فيها تصل لكل الناس انا عارف انه اللايف ده ما حيشوفوه ناس كتار في السودان ولكن انا عايز حتى الناس البره يشوفوه بالالاف بل بالملايين عشان لما يتصلوا باهلهم تلفون يوصلوا الرسالة امانة في رقبت اي زول استحلفتكم بالله ان تعمل شير لهذا اللايف في اوسع نطاق ممكن استحلفتكم بالله انه ما تطلع من اللايف ده ما لم تعمل شير انا باختم كلامي ده وعايز رسالتي تصل انا اديت رسالتي كويس وبشهد ربنا سبحانه وتعالى انه انا العلي عملته كويس او اجلها على حسب فهمه واتمنى انكم تساعدوني بانكم تعملوا العليكم سنظل نحفر في الجدار اما فتحنا ثلة للضوئي او متنا على سطح الجدار وحننتصر باذن الله تعالى وفي كلام كتير بخص الانقلاب وفشله انا ما اتكلمت فيه ان شاء الله بكرة او بعد بكرة هاتكلم في القصة دي بشكل مستفيد لكن السقة اللي عايزة تكون موجودة داخل اي سوداني الان بيحضر اللايف ده او حيسمعوا بعدين هو مسجل او انتو حتوصلوا له محتوى هذا اللايف عايزوا يتطمن في حاجة واحدة بس انه الانقلاب ده ما حينتصر وانه الشعب السوداني ده لن يرتخ زي ما انقلاب من يوم 3 يونيو 2019 استمر 27 يوم وجاء انهار يوم 30 بعد ما الشعب السوداني طلع في الفترة اللي بتاعت انقطاع الند بتاعت يوم 17 18 19 بعد 20 يوم من الانقلاب كانوا احساسهم يهو نفس الاحساس بتاع اللايماد دي كانوا حاسين ان انقلاب النجح خلاص كانوا قايلين انه القصة ماشت وانه الشعب السوداني بلع الطعم لكن لما الشعب السوداني جايهم 30 ظط قلب لهم الطاولة في وشهم كده في تلك اللحظة اصابونا الوجم وفي تلك اللحظة احنا كان ممكن نوديهم بزبلة التاريخ لكن الله يجازل كان السبب ما عايزين نرجع لي ورا ونلوم بعضنا ده ما وكد في الوقت داك هم كان انقلابين المفروض كان نرميهم في الزبالة وكنا عندنا القدر انه نرميهم في الزبالة لكن للأسف جيبنا الدبيب زي ما انا بكرر كل مرة وربيناه في حجرنا وغشينا نفسنا انه هذا الدبيب اللي مبارح عضانا وكتل اخوانا وعض اخواتنا جيبناه الليلة يتوقعنا انه خلاص بيقى هادي ولانه خلاص هيدا والهيجة بتاعته راحت والله مع الدبيب مبارح كتل الناس لكن الليلة حيبقى كويس جينا دخلنا في حجرنا وغشينا نفسنا انه هذا الدبيب ممكن ان يبقى اليف وجرائمه اللي ارتكبه مبارح ما ممكن ارتكبه تاني ولكن للأسف الشديد نمنا واتطمننا وصحينا لقينا انه غرز فينا سنون وتاني بعد ما يتطمننا له وجان يعمله انقلاب تاني عشان كده الدبيب كان ما كتلته بكتلك شفتوا كلامي ده كيف؟ الدبيب كان ما كتلته بكتلك وده اللي احنا السلمرة دي لا يلدغوا المرء من جحر مرتين والله تاني اي حكومة او اي حراك حيكون فيه البرهان وحماية تجيزه من المشهد خصم بالله العظيم انا الكلام ده حتى لو ما قلته والله اتحداكم يا سياسيين لو في ظل فيكم دار يفكر التفكير ده ساي هتشوفوا براكم المسطاء بتاعينا الشعب السوداني اللي ما عندهم خبرة سياسية ولا بيفهمه في السياسة لو قبلوا بالكلام ده ده والشي وتعالوا تفوا لي فيوه ها وبدون مواخزه كله زول يخد بزغته كده وانا قبلانه بقف في ميدان عام اذا تاني البرهان وحماية تجيزه من المشهد والشعب ده قبل الكلام ده تعالوا تفوا لي فيوه الشي عشان ما تتعبوا نفسكم ساي ما حنقبل بيهم في المشهد واذا دائرين متخيلين انه والله خلاص اي ما حتقبل لهم في المشهد احنا حنواصل في انقلابنا برضو لا يعني انتو كان سلمتو يا برهان وحمدتي ما هتسلمو وكان ما سلمتو برضو ما هتسلمو دي اخر نقطة انا عايز اقولها وده حيبقى مدخل ان شاء الله لللايفات الجاية تاني بكرر الشير امانة سنظلوا نحفروا في الجدار اما فتحنا ثلة للضوئي او متنا على سطح الجدار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معليش آسف قبل ما اختم فين فيسول قال ليه ما عملت لجنة الاستينافات لجنة الاستنافات دي قصة خلونا انتكلم عنها المرة الجاية رئيسته نيكول اللي هي جاد بالصدفة بليل لم تستحق أن تكون كانت في الثورة هي اللي جاتوا لجنة الاستنافات دي أكتر ناس كانوا ساكننا ناس لجنة التفكيق التمكين ناس محمد الفاكي ديل لأنه قالوا كانوا بتصوبنا واللي ما عملوها هم العساكر ديل ومجلسهم السيادة اللي كانوا بعاكسوا لجنة الاستنافات بعد ما نيقول بيتهم أقنعوها منها تقدم استقالة عشان يحاولوا يدمغوا لجنة التفكيق التمكين بالتقصير وبالخلل هم اللي كانوا بعاكسوا القصة دي وين في مجلس السيادة ودي قصص خلونا نتكلم عنها المرات الجاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته